موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أبناء الطلبة في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية للصف الأول متوسط أبنائي في درس سابق تناولنا بالشرح والتفصيل الأعلام اسم العلم في هذا الدرس سوف نتناول حل تمرينات هذا الموضوع نعم التمرين الأول استخرج كل علم في النصوص التالية وبين موقعه الإعراضي أولا بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح صدق الله العظيم إذن هنا أين الأسماء الأعلام التي وردت أين أسماء الأعلام وما هو نوعها لدينا هنا نوح اسم علم هود اسم علم وصالح أيضا اسم علم إذن نأتي الآن إلى الموقع الإعرابي قوم نوح إذن ما أصاب قوم نوح أصاب فعل والفاعل ضمير مستطر تقديره هو وقوم مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة ونوح مضاف وهو مضاف ونوح مضاف إليه أو حرف عطف قوم أيضا مع طوف منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وهود مضاف إليه وصالح كذلك مضاف إليه إذن نبين نرتب إذن نرتب التمرين نرتب حسب ما يطلب منا نرتب التمرين فيريد منا أن نستخرج الأعلام ونبين الموقع الإعرابي نكتب العلم التمرين الأول العلم وموقعه 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 الإعرابي العلم لدينا أو منوح نوح وهود وصالح مضاف إليه مجرور وموقعه وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره نعم نكمل بقية النصوص لدينا أيضا وإذ قال إبراهيم إذن قال هو فعل وإبراهيم هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الظم ظاهر على آخره رب يجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من التمرات أكملنا النص الثاني النص الثالث بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدينة وأصحاب مدينة صدق الله العظيم إذن هنا لدينا قوم نوح أيضا نوح مضاف إليه وعاد الواو حرف عطف وعاد معطوف على نوح أيضا مجرور وعلامة جره الكسرة وثمود الواو حرف عطف وثمود هنا أيضا مجرور معطوف مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف وكذلك إبراهيم أيضا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف وأصحاب مدينة مدينة أيضا ممنوع من الصرف أيضا مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف ثم قولي تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ إذن هنا وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذِّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ إذن هنا قوم نوحٍ قوم مضاف ونوحٍ مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وَعَادٌ الواو حرف أطف معطوف على قوم مرفوع وعلامة رفعه الضم وحرف أطف ثمود معطوف على عاد مرفوع وعلامة رفعه الضم نعم الآية أو النص الخامس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكته مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم فإذن هنا بكة والمقصود مكة ببكة نعم هنا الفاظ قرآنية نعم فإذن هنا اسم علم الباحر فجر وبكة مجرور وعلامة جره الفتحة بدل الكسرة لأنه ممنوع من الصرف نعم هذا فيما يخص التمرين الأول استخرجنا العلم وبينا مكانه الإعرابي الأعلام أسماء وهذه الأسماء لها مكان في الإعراب إذن العلم هو من الأسماء نعم تمرين الثاني استخرج كل علم مبينا نوعه ما هي الأنواع؟ أنواع العلم ما هي اسما مفردا أو كونية أو لقبا مبينا النوع المركب المركب تركيب مسجي أو إضافي نعم أولا أبغداد أبغداد لا فاتتك مني تحية يفسر منها ما أراد المفسر نعم فإذن أبغداد بغداد بغداد أي من أنواع الأعلام؟ اسما مفردا إذن بغداد نأتي الآن إذن لدينا أبيات شعرية وردت في هذه الأبيات الشعرية أعلام يريد مننا أن نستخرج العلم ونبين نوعه العلم أنواع العلم ما هي أنواع العلم؟ أما يكون اسم مفرد العلم أما يكون اسم مفرد أو يكون لقبا أو يكون كونية الكونية هو كل ما يبدأ بأم، بأب، بأخ، بأخذ هذه الكونية العلم المفرد واضح محمد، هادي، مهدي، علي، مصطفى هذه كلها إذن أي اسم أي اسم يريد على بالكم علي، محسن، مصطفى، محمد، زيد، زياد هذه كلها اسماء وأعلام هذه الأعلام مفردة أما الكونية الكونية ما معنى كونية يبدأ بأب، أم، أخ، أخذ هذه معنى الكونية إذن واضحة الكونية تبدأ بأحد هذه الاسماء أما اللقب فهو ما دل على صفة مثل الأطار مثل، عفواً، ما دل على صفة مثلاً نقول الكريم نقول هذا الكريم فإذن الكريم صفة أو نقول ما بدأ، ما دل على حرفة نقول النجار نقول العطار نعم نقول الصفار فإذن هذه كلها من نعم نأتي إلى نقول التمرين الثاني العلم ونواه العلم ونواه أولاً بغداد أفواً، أبغداد هنا بغداد فإذا نوعه مفرد نوعه مفرد جملة الثانية نأتي إلى الجملة الثانية نعم فلسطين الحبيبة كيف أغفوه وفي عينيك آثار الأذابي فإذن فلسطين هو اسم علم أيضاً مفرد أيضاً هنا مفرد مرفوع فلسطين أيضاً علم مفرد نعم ثالثاً إن العراق طويل الليل مذنعية فكيف حالو فتى الفتيان في حلبي هنا لدينا العراق كذلك حلب العراق وحلب أسماء أعلام نوعها مفرد نوعها علم مفرد نأتي الآن إلى البيت الرابع ماذا يقول أيها النيل كيف نمسي عطاشا في بلاد رويت فيها الأنامة نعم فإذن هنا النيل اسم مفرد علم أيها النيل كيف نمسي عطاشاً في بلاد رويت فيها الأنامة فإذن رويت هنا القصد أن النيل هو الذي روى الأنام أي الناس فإذن النيل هنا اسم علم مفرد نعم أبا هند أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينة نعم أبا هند إذن أبا هند هو ابتدأ بأبا إذن كنية فإذن نأتي كل اسم يبتدأ بأب أو أم هو كنية فنقول أبا هند أبا هند أبا هند هنا كنية نوعه كنية إذن أبا هند كنية نعم فإذن كل اسم يبتدأ بأب أو أم أو أخ أو أخذ فهو كنية نعم نأتي الآن إلى سادسا قال الشاعر تأبط شرا قال الشاعر تأبط شرا تأبط شرا هنا مركب مركب تركيبا إسنادي تأبط فعل نعم وشرا هنا تركيبا إسناديا فهم نعم فهم وعدوان قوم إن لقيتهم خير البرية عند كل مصبحي نعم فإذن تأبط شرا هو لدينا المركب لدينا تركيب مذجي مثل سيباوي ولدينا تركيب إسنادي فإذن نقول تأبط تأبط شرا نعم هنا مركب إسنادي هنا مركب إسنادي تأبط شرا أي تأبط شرا أي جعل الشر تحت ابطه نعم لدينا أيضا في الجملة السابعة قالت أم البراء بنت صفوان وهي شاعرة إسلامية إذن ماذا قالت يا عمر دونك صار من ذا رونق عظب المهزة ليس بالخوار نعم فهنا أين أين الأعلام أم البراء أم البراء ابتدأ بأم فإذن هو كنية بنت صفوان أيضا كنية فإذن لدينا هنا كنية وكنية يا عمر اسم مفرد فإذن هنا لدينا كنيتين واسم مفرد لدينا كنية وكنية واسم مفرد فلدينا أم البراء أم البراء هذه كنية ولدينا بنت صفوان تدأت ببنت فإذن كنية أيضا كنية نعم ولدينا أمر ولدينا أمر هذا اسم مفرد ولدينا أمر وهو اسم مفرد نعم عمر أو عمر نعم عمر نعم لدينا ثامنا أبا القلب إلا أم عمر أبا القلب إلا أم عمر وحبها عجوزا ومن يحبب عجوزا يفندد فإذن هنا يمدح أم عمر ويقول الشاعر أن حبها في قلبه وإن كانت عجوز وإن لامه الناس على حبه لها لكن مع ذلك يبقى الحب للحبيب الأولي كما نقول فإذن أبا القلب إلا أم عمر فإذن أم عمر هنا كنية أم عمر كنية نعم فإذن لدينا أيضا فإذن كل علم يبتدأ بأم أو أب فهو كنية نعم أبا القلب إلا أم عمر فإذن أم عمر أيضا كنية فلدينا أم أم عمر هذا أيضا كنية هذا أيضا كنية فإذن كل اسم كل اسم يبتدأ بأم بأب بنت أخ أخ هذا كنية وكل اسم لا يبتدأ بهذه يكون مجرد يكون علم مفرد وكل ما يدل على حرف على صنع على آه على مدح على ذن هذا يكون لقب هذه أثباب نعم لدينا تاسعا سيبويه عالم نحوي تعلم على الفراهيدي نشأ في البصرة ودفبويه نحوي من تلامذة ثعلب ولد في واسط وتوفي في بغداد نعم فلدينا هنا سيبويه سيبويه علم مفرد عفوا سيبويه علم مركب تركيبا مسجيا إذن سيبويه مركب تركيبا مسجيا عالم نحوي تعلم على الفراهيدي الفراهيدي هنا أيضا علم علم من أنواع الفراهيدي هو علم نعم ولدينا أيضا نفطويه أيضا مركب مسجي نحويه من ثعلب مفرد ولد في واسط مفرد وتوفي في بغداد أيضا مفرد إذن نكتب نعم إذن هذه وردت لدينا أعلام أعلام مفردة وأعلام مركبة تركيبا مسجي أو إضافي نكتب هذه الأعلام إذن نكتب هذه الأعلام نعم الأعلام ونوعه لدينا أولا سيبوي مركب مسجي مركب مسجي أف مفرد نعم ألم مفرد البصرة مفرد نفطوي دعوة مسجي مسجي فعلب مفرد هذلك لدينا وسط مفرد وبغداد أيضا مفرد فإذن الأعلام تكون إما مركبة أو تكون مفردة أو تركيب مسجي أو إضافي أو كني نحن نأتي الآن إلى آخر تمرين أعرب ما تحته خط أولا قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد صدق الله الأبي نحن كذبت هنا الأعراب أبنائي الأعراب مثل ما أعيد وأكرر لا أستطيع أن أعرب ما تحته خط إذا لم أقرأ ما قبله المفردة التي قبل الإعراب أقرأ الجملة كاملة لا أستطيع أن أعرف فقط تحت الخط تحتها خط أعربها لوحدها يجب أن أقرأ البيت كامل يجب أن أقرأ الجملة كاملة حتى أستطيع أن أعرب فالإعراب فهم فهم للجملة كاملة المعنى لا يتضح بمفردة المعاني معاني الجمل تتضح عندما نقرأ الجملة كاملة والمفردات جنبا إلى جنب نحن فلدينا كذبت كذبت هنا كذبت هو فعل فعل ماض مبنيا على الفتح والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب قبلهم ظرف ظرف منصوب وعلامة نصبه الفتحة مفعول فيه ظرف زمان هم هنا ضمير متصل مبني في محل جار بالإضافة أي ضمير يتصل بالاسم يكون في محل جار بالإضافة نعم قوم من الذي قد أكذب كذبت قوم نوح إذن قوم هو فاعل الذي قام بالفعل هو القوم فإذن قوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف ونوح مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره الواو حرف عطف عاد معطوف مرفوع والواو حرف عطف فرعون معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره نعم الجملة الثانية صباح بغدادة تجل العين قلعته ما أجمل الصباح وليل بغدادة كحل حين تكتحل الله ما أجمل هذا البيت صباح بغدادة تجل العين قلعته وليل بغدادة كحل حين تكتحل فهنا لدينا صباح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم صباح بغدادة مضاف إليه صباح مضاف وبغدادة مضاف إليه مجرور وعلامة جره فتحة بدل الكسر لأنه ممنوع من الصرف وليل الواو حرف عطف وليل عطفنا جملة على جملة مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره وهو مضاف وبغدادة مضاف إليه وكحل هنا نعم وليل بغدادة كحل حين تكتحل خبر نعم مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهرة على آخره نعم هذا فيما يخص تمرينات العلم في نهاية درس هذا أودعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة